مشاهدين الكرام انسعد الله اوقاتكم بكل خير مرحبا بكم الى هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامج زير سبور هذا البرنامج الذي يبث على القناة الالكترونية الاولى في الجزائر قناة زير تويب عدد اليوم سيخصص للحديث عن فريق اتحاد البوليدا بدرجة كبيرة هذا الفريق العريق الذي يعيش وضعية صعبة رغم انه بداية هذا الموسم عرفت بعض الاستقرار مع رئيس فرع كرة القدم السيد عبدالطيف مداح سنتحدث عن نقاط تتعلق بالمنتخب الوطني عن قرب نهائية كأس امم افريقيا المقررة بكو ديفوار سنتحدث عن وصول لاعبية المنتخب الوطني الى المركز التقني الوطني لسيدي موسى دون ان يكشف الناخب الوطني جمل بالماضي لحد الان عن القائمة النهائية المعنية بالكان سنتحدث عن كل هذا واكثر بحضور المحلل محلل قناة زير تيوب وحصة زير سبور براهيم شاوش مرحبا بك معنا الله يسلمك ان شاء الله ستكون حصة خفيفة كل عادة ان شاء الله ونرحب ايضا برئيس فرع كرة القدم لفريق اتحاد البوليدة عبداللاطف مداح مرحبا بك معنا الله يسمى شكرا على قبولك الدعوة عبداللاطف البداية ستكون مع ابراهيم شاوش بخصوص التحاق عناصر المنتخب الوطني بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى الان الامور الجدية انطلقت العناصر الوطنية بدأت في الالتحاق تباعا امس التحق الفوج الاول من اللاعبين اليوم التحق الفوج الثاني في انتظار بقية اللاعبين قبل شد الرحال الى العاصمة الطوغولية لومي لا اعتقد ان يدخلوا في التحذيرات بشكل جروب لم يكنش كومبلي اليوم تلفاتوا سيدخلوا اليوم في التحذيرات الجدية التحذير النيل كان الفين وثلاثة وعشرين قبل ما يرحوا للطوغو هنا برنامج في سيدي موسى برنامج سيكون بكو بلس البلان فيزيك باش يحضر المجموعة للمقابلات تعلق الكن الليران جايو بان اعتقد ان مرحلة التحذيرات هذه ان شاء الله لا يكونش فيها اصابات اللاعبين باش كما يقولون تكون المجموعة ان شاء الله بالدبار اللومي ان شاء الله اكيد عبداللطيف الاكيد انك تتابع اخبار المنتخب الوطني خاصة وانك رئيس لفريق اتحاد البوليدة الان بداية العمل الجاد مع الناخب الوطني بالامس كنا قد شاهدنا التحاق بن سبعيني بونجاح كما نشاهد في الصور الان تركيز على الكان سيد عبداللطيف احنا نعرف كما يقولون الدقان والمال موح تبدال العمل الجديد الكاس افريقيا الفين واربعة وشرين احنا نشوف باللي بدوا يلتحقوا كوادر المنتخب الوطني وان شاء الله كما يقولون تكون تكون ريسلطة بوزيتيف عامسنا وننساو القانون الليفت اكيد اه يعني بخصوص التحاق ايضا اللاعبين ابراهيم يعني الآن حتى قبل ان يعلن الناخب الوطني عن القائمة الرسمية تضحت الرؤية يعني الكوادر التحقوا بالمركز التقني لسيدي موسى ها بيسيرتك ها كما يقول القائمة رأيت تضحت بنسبة كبيرة المجموعة رأيت كما يقولون تبال المعالم تحالي رح تكون في 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 كونكو ديفوار اه كنا قلنا مقبل مدينا منا ولكن يعني الكلمة اللي خربة اللي ولا تتعدل بالماضي هو اللي هو المسؤول اللي الأخير للقائمة ع 27 اللي رح يلعب بها لكو بدافريك اكيد سنتحدث ايضا في هذا العدد عن ملعب بواكي عبداللاطيف عكس 2022 لعبنا في الكاميرون كانت هناك نكسة كبيرة الجميع انا ذاك حمل المسؤولية لملعب جابوما اللي لعبنا فيه مباريات الدور الأول الآن وفق الأصداء وفق المعطيات وفق الصور متدولة ونحن نشاهدها في الخلفية ملعب بواكي هذا ملعب رائع يعني سيناسب كثيرا المنتخب الوطني الأكيد أن المنتخب لن يشتكي من سوء الأرضية أو من أن الملعب لا يناسب طريقة لعب المنتخب الوطني حسب الصور وحسب ما نعرفه كوديفور عندها ملعب تتطابق مع المواصفات العالمية وما تقص كوديفور نقدر نقوله بلسك أنه تقص مماثل تقص الجزائر يعني رايحين رايحين نتفادوا بزاف أمور اللي كنا نعانيه منها سابقا في إفريقيا أكيد إبراهيم يعني ملعب بواكي وفق الصور التي لدينا هل ينسي بالماضي في نكسة جابوما؟ أوه يعني شو باش نقوله شو يا اللي ورحنا مش يذكر يعني نكسة جابوما ما رحش نقوله مئة بالمئة أرضية الميدانية لقصاتنا كانوا منهم كان أمور بسا الأرضية يلعب الدور فيه منهم الأرضية ما كانتش ملائمة نظن بني ديوم الملعب هاداره أحسن بكثير من الملعب تالكامرون ويساعد الفريق الوطني باش يعني يطبق الكورة التي يلعب بها مشكل ناقص لي بالماضي كان عنده مشكلة على التيران ذو كل الفلاكان هذه مشكل ناقص ما عليهم غير يعالج النقائص اللي كانين وحد داخلين يعني نبوه على الفيزيك ونبوه على تاكتيك ونبوه على بسانس دو كل جوار هادو يركز عليهم بسكلوتيرا بارا مورا ويبان مليح إلا إذا مع كتفت اللقاءات مع لباناش ما عندوش حجة بالماضي في كان الفين وثلاثة وعشرين لا يميش يميش أفر حوجج الحوجج ماشي أفر الحاج ضق مقاون حنا الحوجج الحوجج عدنا نوبجيكتيف طرسيلي هو اللي دمي في نار لا معروف عن بالماضي أنه يحمل في الكثير من الأحيان المسؤولية سواء للحكم أو للملعاب لا تقدروش لغالي لا تقدروش انتاك محلل براهيم الآن يعني بينك وبين نفسك عندما يشاهدك المشاهد يقول بأنه يعني الآن بالماضي في كان الفين واربا وشرين ما عندوش حجة ما كاش حاجة سيختبئ وراءها السيد جمل بالماضي هماش يختبئ مش حاجة اللي العكوب دى أفريق عمره اللي دارت في الانجليز العكوب دى أفريق تتلعب ديمن فالليبي أفريقا وانت على بالك باللي في لبي أفريقا لما جورتي سورتو تعال افريق نوار قازون فيهو عليه لذلك اليوم نظهرنا هنا لأنه ليس كل تلاتي على كده الإبوار ونظهرنا هنا لأبو فيه الهدفول وهو كما قاله في المراتيه يجب أن يكون مدفعاً لأنه يجب أن يكون مدفعاً اليوم النخب الوطني يتبعون على الدخول بقوة خاصة من اللقاء اللولاني ومذبق أكيد وحتى شفت عبداللاطيف في وسائط التواصل الاجتماعي قيل بأنه من يشرف على يعني جودة أرضية الملاعب في كده الإبوار هو جزائري يعني هذا الأمر سيساعدنا نوعاً ما هو الأمر هذا قد نقوله خمسين بالمئة يساعدنا فاته قلت لك نحن ذلك الجو الجو تعلق كده الإبوار سيؤلم المنتخب الوطني ويؤلم ما يؤثر على العشب كما البلدان الإفريقية الوسطى ستكون نسبة الحرارة عالية تأثر على الملعب الجو تاكو ديفوار نقدر نقوله براسك الجو كما الجزائر لا يشرح الأرضية ليس هتأثر بزير جو مماثل للمحور الثالث في هذا العدد إبراهيم لأنه قررنا أن نتناول مواضع المنتخب الوطني باختصار لكي نمنح الوقت للحديث عن فريق اتحاد البوليدة خاصة أن الضيف هو رئيس فرع كورة القدم لفريق اتحاد البوليدة بالماضي هناك نقطة مهمة في المحور الثالث بالماضي على طريقة مسيرة التسويج قرر أن تلعب المبارتين الوديتين أمام الطوغو وبورندي بأبواب مغلقة في وجه الإعلام في وجه الصحافة في وجه الجمهور المباريات لن تكون منقول على المباشر وهي نفس الطريقة التي اعتمدها الناخب الوطني قبل 2019 لو نذكرك إبراهيم لعبنا أمام بورندي بملعب جاسم بن حمد في قطر بدون حضور وسائل الإعلام وبدون حضور الجمهور واللقاء لم يكن متلفز وفي النهاية توجنا هل الآن بالماضي أصبح يفكر مثل ما فكره قبله كان 2019 عكس كان 2022 بالكاميرون قبله نحن 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 نعلم هناك المترجم لأننا نحن 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 نعلم بشكل جيد ومعنى أفضل للميزة دعوة بداية ليس مدر في الأشخاص لكن في التحدث في بداية الاجتماع الإنساط من أنه في البيئة المنسيح سيكون من الأعداد يجب أن يكون اكتشفين إذا كنت في الاولام موزنبق ونقضى ببلوكينة فاسو ونقضى موريتاني اللي تدعى الأمودية وإنما ما قلناه نقضى بلوكينة برهنة فاسو موريتاني نعم يبدو المشاركي بالفترنت بشاركة بشكل المشاركي لأنها فقط من خطر الأجيام فهناة التجليس التجليس لأنها خطر واحدة وشتركوا في الثلاثة أشباطنا ولكنني أبوض قصر اليوم ونحن عن نعفض لأن في 2019 تجلس في محافظ ذهبنا مريضي مع أحد فترنت كن، ليس لدينا بشكل عام فألخبتنا معนوا في مصر والكوت ديفوار ماشي كيف كيف في بزاف عوامل الطاقس اللي تيرالي لعبنا في مصر سيدة تيران تطريبو تيران حقي فو ديلا فيريتي للمام الايقامة اللي كانت في مصر وفي كان كامرون ماشي قاع كيف كيف في مصر كنا وحدنا في الفندق بسكو عندهم فناديق وعندهم آلي أو كونترار ديو كامرون ما عندهم مشو عندهم مشكلة فناديق عندهم ليدة الاتحادية هذه الخطرات هدية راحوا على البكري ريزالفة والفندق باش يكون مخصص غير الفريق الوطني وما يكون مخصص مام يعني تزيد تخلص دراهم وتحدز الفندق كومبلي ولا يكون معك فريق واحد اخر او فريق ثالث اليوم المبارتين راح يجرب فيهم بعض الخطط التاكتيكية اللي باش يدخل بهم اه كان كود ديفوار ما يخفاش عليك بلي كاين حسابات للمدربة عندهم ذلك لمعنشارة في راسو كبير ونسبة الوطني ونسبة الوري كان يسبب المعنشارات ويجب أن يكون لدينا أحاول التأثير. أعتقد أنه يجب أن يتعرض على الأدفاع الثاني الذي يجب أن يكون في الأدفاع الثاني هو أن يكون لدينا أحاول التأثير. لا أقرار بالماضي. لا أقرار بالماضي. هذا القرار عادي. لكن أعطيك طرح آخر. نقول لك مثلا بما أن أتابع كرة القدم العالمية الأوروبية ويجب أن ترى منتخب داخل منافسة رسمية. لا يوجد منتخب ألمانيا أو إيطاليا أو إسبانيا داخل منافسة رسمية. يلعب المباراة. يجب أن نحضر الجمهور. ويجب أن نسأل إعلام. هل أنظر أن هذه المتخبات التي تدخلون في السنة. هذه المتخبات التي تدخلون في السنة. حتى المنتخبات الأوروبية تتربص أسبوع أو أسبوعين قبل أن تطلاق المنافسة. لا يوجد منتخب منافسة كأس أفريقية. أس أمم أفريقية ورأيه وصعيبها كثيرا. لا يوجد منتخب فيها كثيرا. لا يوجد منتخب إسباني أو ألماني. لا يوجد منتخب منافسة. لا يوجد منتخب منافسة. لا يوجد منتخب منافسة. تحديث عن خطة تكتكية. وعندما نقول لك ما يلعبونه لا يوجد نفسه. لا يوجد نفسه. سليماني أو البون الجاح عمورة أو غويري. ما يجعل منصب الوصف الميدان. هل يبدأ بالنصر بأن تتولير أو لا لا. هذا هو صالح. لا يوجد نفسه. لذا قلت لك كأس إفريقيا في جنوية يجب أن يكون كأس إفريقيا بأن الأخبار ل Angel Hyde يعني تكون ملفين على ع Penis in Africa. وعند كأنه يستعمل على تهتم exchanger. لقدارت أن يكون صويتة برد 자신PS بدلاحة بردان أولئ back Carbon tub تتعب لتعب وعدد 800 محتفي زعر عن طة منه maintained. هذا zu second. فردamis تنتظoud ق tang of the κι seg يبقى الآخر يجب أن تقعد ما يهمنا؟ يهمنا أن التحضير يكون في المستوى والدخول بقوة إلى كوبدافريك إذا كان كنت ديبور أكيد سنطوي الآن ملف المنتخب الوطني عبداللاطيف سنتحدث عن فريق اتحاد البوليدة لأنه عدد اليوم خصيص بشكل أكبر للحديث عن هذا الفريق العريق الذي أصبح غريق غريق بالتأكيد لأنه يلعب في مكانة ليست بمكانة فريق اتحاد البوليدة الكلمة التالية التي قلتها هذه هي الصح نحن نرى في القسم الثالث نرى فريق عنده جمهور كما هذا حاجة التي تغير أكيد سنعود للبداية عبداللاطيف في بداية هذا الموسم كان هناك رئيس ثم ذهب وجاء رئيس آخر ثم جاء عبداللاطيف مدى قبل أسبوع من بداية الموسم ونتائبا مدينة البوليدة كيف حتى تقلت تازمام المأمورية هي كتولي ترى الصيف اللي فات على مدينة البوليدة عامة وعلى فريق كورة القدم خاصة الصيف اللي عمره ما كان في تاريخ الفريق خدش عليها جاءت ناس جاءت ناس اللي كما يقولوا ومعندها حتى علاقة بكورة القدم محبة تقلت زيما من الفريق هذا تلقاوا المشكلة أنه تلقاوا تسهيلات من السلطات ومن الناس اللي كانت حاكمة الفريق ما خدموش ما يشعف لنقص الخبرة ما عرفوش كيف يصيروا بالفريق أكيد إبراهيم أنا الحاجة اللي مفهمتها في كورة القدم الجزائرية يا إبراهيم أنه فرق كبيرة على شكلة فريق اتحاد البوليدة اتحاد بالعباس الشبيبة بيجاية مولودية بيجاية فرق عديدة وعديدة تعاني وتعاني الأمرين أصبحت تلعب في أقسام دنيا في القسم الثالث اتحاد البوليدة أنا شفالي وكنت صغير كنت نتابع اتحاد البوليدة في سنوات 2006 2007 2008 جيلة بالعواد وحرباش وزموشي وعديد من الأسماء وزواني يعني الآن يغيضك الحال حتى ولن وما تكونش مناصر تعال فريق اتحاد البوليدة لكن يغيضك الحال كيف ترى فريق كما اتحاد البوليدة يلعب في القسم الثالث مالهريزما سيكون لكاتع بلزير اكيب في الزائر لديهم مالباسي في الفوتبول لانجيريا اتحاد البوليدة لديه تاريخ مانقدوش ننكره عنده تاريخ خرج من احسن ناعبين في الجزائر يعني خرجوا من الفريق اتحاد البوليدة فريق اللي نشط نهائي كأس الجزائر فريق اللي اللي لعب كأس العرب فريق اللي كان يلعب الأدوار الأولى فريق اللي كان صعيب بزاف كي طرح تلعب في البوليدة بجيب النقطة اليوم تحصل حاصل لما وشاو صار في البوليدة يعني أن البوليدة كانوا عندها ناس وقفين موراها ولادها ومبعت وفي الديطن ناس يزن اباندون الفريق هذا خلاوة ومبعد كي خلاوة ها هشوف وين راه اليوم اليوم راهوا في الدرجة الثالثة تحت البوليدة وروا يعاني يعاني من جميعنا وهي يعاني ماليا يعاني ما يقداش اليوم تعطيله 500 مليون يعانا وتقولوا لعب السعود هذا مستحيل اليوم مشكلة الاتحاد البوليدة أو مشكلة الاتحاد البوليدة حل الاتحاد البوليدة في ولاده لازم يعني يعودوا يتحدوا دي جوا اسمه الاتحاد البوليدة يعودوا يتحدوا الولاد الفريق هذا كيم بزاف يتحدوا عليه وينوضوا ويقفوا عليه ما ممتلك السلطات العمومية بتاع البوليدة توقف مع الفريق براهيم هنا نقاطعك بالحديث عن السلطات الولائية لولاية البوليدة عفوا عبداللطيف لحد الآن بداية الموسم لعبتوا ست مباراية بين كأس الجمهورية وبين البطولة أين هي السلطات الولائية أين هي الشركات الخواص في البوليدة والبوليدة هي منطقة صناعية يعني أكثر من ثلاث شركة في المنطقة الصناعية للبليدة لكن الفريق يعاني ماديا نبدأ أولا بسلطات الولائية لحد الآن البلدية مدت إعانة إعانة DGS نسمع أنه كان إعانة مال حد الآن ما زال ما شفنه الشركات ما كان حتى شركة لحد تقيقات هذه مكان حتى شركة اللي تقدمت ولا عاونت على الرغم من أنه طرقنا بيبان درنا لديمونت طلبنا لاقي أرباب المال طلبنا ما إلى حد الآن هذا العزوف تحم هو اللي نقطة استفان في وقت أنه في وقت ماذا غير قريب هنا كانوا قاموا ملتفين بالليكيب هذه ربعة سنين ولا خمسة جبدوا على ليكيب هذه نقطة الاستفان العائلة العائلة البوليدية اللاعبين القدامة الرؤساء القدامة يعني المسيرين القدامة اللي كانوا يدعموا الفريق مديا وين نراهم أنا نشوف مثلا أنا كنتحدث معاك نشوف باللي كان في الإدارة عبداللاطيف مدحوة فقط يعني فريق كالتحاد البوليدة في الإدارة وعنده شخص أو شخصين يعني أمر مؤسف جدا يعني نحن لحد الآن عبدالنور إدارة فرح كورة القادم تتكون ثلاثة أشخاص فيها المتحدث وفيها زوج رمعية معاونة صح لحد الآن إدارة أخويا عبدالنور كاي الناس تحب تتقدم كاي الناس تحب تتقدم ما فريق كورة القادم يحتاج الأموال يحتاج الأموال لتتقدم أخويا عبدالنور تقدم باش تقدم باش تجي كما يقولوا تجي رك قاعد معنا ورك تديبلاسي معنا ولا رك مرحبا بيك ما الفريق يحتاج الأموال مين رو يصير الفريق الآن أنتم ثلاثة رك قل لي أنا واثنين معاونين معايا لكن الفريق عنده تنقلات وعنده مباراة خارج ديار وعنده احتياجات يومية في التدريبات مين رو يصير ماديا يعني كاي نشوف كاي بعض الاحتياجات اللي يلبيوها من الأموال الخاصة كاي كما يقولوا بعض الاحتياجات اللي تنقلات اللي تكون تكون من المدراه من الإعانات البلدية ولا اللي بقات خاش نصى الجزء الكبير منها الجزء الكبير منها 90% منها راح راح غير كريدي خاش على احنا هذا كما يقولوا موروث تعلق الشركة موروث كوارث تعلق الشركة اللي كانت من قبل مكيد لكن رغم ذلك الفريق انطلق هذا الموسم حسب ما تحدثت معك في الكواليس راحكم في بداية موسم نقولوا متوسطة على العموم لكن الحاجة لحيرتني يا إبراهيم انه الفريق لعب ربع مباريات خارج ديار هذه برمجة ما زال ما فهمت شنا مباريات لحيث 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 مباريات مباريات كأس الجمهورية لحيث 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 6 خارجات حيث أن العين من هذا الجمعة حتى من تاريخ 2 ديسامبر لم نستقبل نحو الملعب تعلق عليها يا برايم هذه اللقطة تعلق عليها تجد أن تفتح الحقيق أتجد أن تفتح الحقيق تجد من كالندري لديك ادعاء المثال هذه لا تقاون المنطقة القادمة لا يمكنك من خلال تطول كالندري وتطول كالندري في بلادها. لا تلعب في الروتور لا تلعب في الروتور تروى ماش كما كان في الرابطة حبسة المقابلات على جهة البروتوكول ثم البرمجة التي تبدلت كيف تبدلت برمجة ثم تبدل عام؟ دارو كالندريه؟ دارو كالندريه نحن لا تخرج في الكالندريه لا تخرج تروى فحبس بالبروتوكول كيف تبدل أجله في المقابلات؟ حبسنا ومن ثم تخرجوا كافة لا تلعب في تأجل البروتوكول وتلعب في البطولة صح يا سيدين تلعب هل لقاء داخل الديار؟ لا لقاء وحدكم تكون أجربة في الزاوية في 2 ديساندر كيف تلعب في هذا النوع؟ لا تلعب في البروتوكول لكن لا تلعب في البروتوكول يعني على البروتوكول ننجل التسجيل ندخل من الداخل ديار ونخرج لعب خارج ديار لدينا وكما نقوم بلوطار في حالة ماتش روتار في حالة ماتش روتار فهنا كان المز شوط بلوطار نحن نقوم بلوطار صح لدينا ماتش روتار لن نقوم بلوطار لما نحن نسان رابطت ابو الفعات نعم ابو الفعات لليوم حسب اخر الاصداء انهيت مهامها عبداللاطيف حسب اخر الاخبار لدينا انهيت مهام ابو الفعات لكن ابراهيم برمجات فارق يلعب اربع مباريات خارج الديار هذه مسارات في حتب وطولة بكل صراحة غالب انا قلت لك بلي ما زالت انتظرك ما زالت الاتحادية جديدة راهي الفوق من انه كانت تهبط لتحت بشيغر كواريت بزاف سوالح ما رمشيت مشاو نرمال وما مش ميديات يزيل وكان دقل بداو ان الازيكي بصارض ميديات يزيل وانتطروح وتقلبوش كاين كاين اللقاءات تخلاص فضل ما كاين اللقاءات تخلاص قبل الوقت كاين كاين بزاف سوالح ميسرا لغالب وقلنا مقبل بلي البطولات التحت الفيرق راه معاني وكاين ناس يدار رايها قلنا لها مقبل ومازا نزيد ونقولوها كاين ناس يتتحكم في التليكوموند يديروش يحبوه التحت بس كوعداه التحت عرام خبيين ما كاش ما ماينو لا لا اليوم اليوم انا نقول لك لازم يفتح تحقيق فوشا وصاري فالرابطة تعبو لفعات يشوفوا اليوم الكواريت بل تجدها معنا بادي شنايا وكانت يفتحوا التحقيق معمق يقوعد الكواريت بلا يحفظوا يستعب وحتى ابراهيم سنتحدث عن التحكيم يعني التحكيم نحن نسلطه الضوء بشكل اكبر على التحكيم في الرابطة الوطنية المحترفة لكن عبداللطيف وش كان يحكي لي في الكواليس عن التحكيم في رابطة ما بين الجهات يعني كوارث تحكيمية كبيرة يعني فلاقروند يعني الناس هذو كيفش عندهم لاكوارث يربطي مبارايات يعني يعني يرتكبوا أخطاء أو يرتكبوا هذه الأخطاء بإرادة يعني شوف في القسم الأول حاكم حاكم في القسم الأول يدي المنحات التي يقاتيها زوج ملايين أو تلت ملايين ولا ما بايش ربع ملايين ولا زادوا لهم ولا ما بنقصو لهم ما بايش لسونسيان فما بايلك حاكم في الجهوي يدي خمسمائة ألاف ولا لجال ما تش هذي واحدة زوج بطولة كما تعنا ميدياتيزية كشفتوا الصرام من الحاكم تحشبة بالوزداد مع ابن عكنون واللي اليوم تقرر توقيف الحاكم الرئيسي بوكواسة إلى نهاية منحلة اللهاب اللحظة يسميها فاضيحة هذي هي فايت الفاضيحة فايت الفاضيحة لك حتى الفانسيزون فنتحول الشارع الدولي لكي ترى ما بايش الوضع ما بايش يرى تلوزي وحكيت لي قليلا على التحكيم في الكواليس لكن جمهور الرياضي يريد أن يعلم ما يعاني فريق اتحاد البوليدة وحتى أنصار فريق اتحاد البوليدة عندهم حق يعني أنهم يوصلوا الرسالة تحهموا الرسالة على المعاناة على فريق اتحاد البوليدة عن طريق الرجل الأول في الفريق حاليا نحن نرى أول شيئ قد نظر عليها لأننا نقوم بتعاقب أول شيئ قد نطلبهم الاتحادية كما الحاكم عنده حق يتعاقب كما الفريق أو الناس الذين يتمثل الفريق كما نحضر الفريق سوف يتظلم عندما يكون حاكم ساحة ضد شباب الزاوية حاكم الساحة كان ضد شباب الزاوية ويساعدنا لم يتعاقب وقد قلنا بأن يكون صحة كوركت لن نحن نحن نلعب في فريق وليس لن يتعرف على الحكام حاكم هو جزء من المنظومة الكوروية والفريق هو جزء من المنظومة الكوروية نحن الذين عانيناه في مباراة و سارة لا نقذب عليك انا تبلي بطولتنا بطولة قسم الثالث يحبسوها احسن يحبسوها احسن او قال يودي نبدأوا في البداية قال هاوش كون يطلعون لازيكيب الأخرى كم تلعبوا باش تلعبوا و ما تقصد في بداية الموسم يقولوا هذا الفريق هو اللي رح يصعد يجب ان ترى امار غير عادية تقصد تكون عندك تخرج ميدياتيزة بلا ربع تقين الناس بل حد على بلوش كون احيار بيتريه و على بلوش كون يروا خارج عنده كوميسير هل هذا الامار عادية؟ غير عادية تقصد الحاكم عندما تقصد حاكم تقصد حكام تكا حاكم مقابلة عنك واجب تحفظ تقين حكام كيف تقصد تربيتري ماتش تقصد تربيتري ماتش تقصد تربيتري ماتش او حد على الارت ناحيان تكون قصد مع ايضا تكون قصار مع صاحب أنا كأدفرسيري يدخلني الشك ولكني غالط إبراهيم أنا في هذه يدخلني الشك أنا أرى العلاقة علاقة بره وكرة القدم كرة القدم أكيد قلت لي في الكواليس أيضا بأنه تحدثت مع وليد صادي ومع الأمين العام بوزناد بخصوص قضية مباراة شباب عين وسارة قلت ليسروا فيها في عين وسارة أنا كأنا في مجموعة في مجموعة قلت ليسروا في الناس بوزناد أصبح غير رياضية أصبح غير رياضية من قلت لك ترى هذه المجموعة التي ترى هذه المجموعة لك ترى المجموعة هذه وسارة وسارة لديها 4 لديها 4 في المنكورن عندما ترى تصور الفيديو في المنكورن تكون ٢٠١ على الرغم من هذا ما يمعليش أنا أعلم بالقسم الهوات لأنه يدعون كما تحب مع الدليقي ما يمعليش أنا أتلعب لك مقابلة كورد قادم عندما ترى أن يذهب رئيس فريق للدليقي يقول له هذا كاتب العام يخرج ويأتي لك يقول لك أخي اسمح لي برات خرج هل يطلب الأسباب علىه؟ يقول لك لا لا رغمان جنرال يقول لك ما لديك الحق عندما ترى الرغمان جنرال يقول لك الشرطة يخرجوا عليه هل هناك كوردة القدم فريق يلعب بالسكرتر؟ السكرتر لا يدخل لا يدخل ومكتوب في الفيديو ماتش هذا هذا مكتوب في اسمي في الفيديو ماتش وهذا يدخل 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 كده يدخل لم يتجل لا يجب أن يخرج الشرطة قلت له أن هذا الفايدا ماتش فقد خرشتني يقول لك لا تريد لي ما تعمل دقيقة هنا زيادة على أهالي نحن لعبنا بلا ربعة الماتش توقف في دقيقة 42 وكاتبة الحاكم وتوقف في دقيقة 68 دقيقة 42 توقف 10 دقائق على الجلد ضرب الجزاء مشكوك فيها صحة دقيقة 68 توقف جنرال توقف جنرال وكين وين دخلوا أنصار رأي موثقة بالفيديوات وبالصور دخلوا أنصار التحمق دخلوا أشخاص غرابة يقومون لائحة رقم سبعة ليدرتها الفيدرالية في 27 نوفمبر 2023 تقول لك بللي كي يدخلوا أشخاص غرابة عندك تسنة لار الحاكم يسنة 15 دقيقة يسيف لي الماتش نحن المقابلة وقفت 22 دقيقة من بعد استقنفت بطريقة عادية من بعد استقنفت بطريقة عادية وزيد الحاكم ضغط سرد باقر جنرال ممكن للي فيديو وليفيديو محتوطين في الرابطة وفي الاتحادية من بعد العربط يخرج الكتاب يجوار بالحمراء من الممكن للوضيفة وكذا كنت تذهب الى الرابطة قدما كنت تقنف باقر جنرال ونزيد الحاكم من بعد تOpen سنطلو باقر جنرال قم باقر جنرال في الفيديو ماتش كتب فيها الاربيت راپور سويت معلش تايا سيدي كاتب لك بالليا ودي كاين باقار عندك دو جوارك راح تسيبونيهم القانون يقول لك تسيبوني فوق دو ماش تكون وعلى الاقل يتم فتح تحقيق في القضية يعني قبل صح كميسارو ماش دكتا الفيديو كاينين وصور هاهم كاينين هاهم صور هاهم هاهم صور هاهم هاهم كاتب خارج الملعب هاهم صور من بعد كي تقدر معه يقول لك انا نتبع الراپور الاربيت الاربيت كيف تكاتب في الفيديو ماتش بللي انفراكسيون في الكارون دو مينيتي وفي سواصنة ويد من بعد في الراپورت هاهم صور هاهم صور هاهم صور هاهم صور مما يعتبر اوه رحل صور شبه صور يقومون بشأنك لديهم مع بعضهم ويوجدوا فيديو فيديو ويوجدوا في بعضهم ويوجدوا فيديو ويوجدوا في بعضهم حيث أنت قمت بشأنك لا أعرف أنا لا أعرف ما الذي علاقك براهيم ما الذي علاقك؟ أقول لك رابطة أبو الفعت كيف؟ على خطأ المالك لقد أعرف كثيراً في رابطة القادمة لأنها كريته فقالت أقول لك المتقبل أسباحة تمانية وطلب المتقبل يقومون من الناس في ديوانيه يقومون بالأربية يقومون بكيساره يقومون بكيساره يقومون بكيساره يقومون بكيساره نار غريب ما يحدث في كورة القدم الجزائري أكيد عبداللاطيف مثلت أنت توجهت نحو لجنة العقوبات لقسم ما بين الجهات توجهت لهم نهار ثلاثة أصباح قدرت رابور كنت بعت لهم سبت بار ميل بالثلاثة عارف باللي يجتمعوا وذهبت لهم صباح تدخل تدخل ما عندك ما تشوف ما تشوف رابورت عالربيت ما تعرف رابورت عالربيت وش فيه يقول غير ما دير فيه ولو ما سينيالش ته ما سينيالش أس كو أنا هاد السور اللي كينين والفديوهات اللي جبتم لك أس كو أنا ني نكذب فيهم ته دو كي تسيس بندلي أنا لجوار تسيس بندلي لجوار والفديوهات مرة وكما لو وضيعهم تسمح ايضا حكوية ابنتهم كيف أستonas ا recuperو ما تسين عنه وتجرب وتحكم إذا قالوا الاقام مجادة قد воз allegiance وستنيع موضوع تحسيمك Terror إذا فار رابورت من أنصار توسرة دخلوا بالموس لدينا جوار في عمرو 19 سنة ومتوشي بالموس في يده أمور لا نريد أن نشهدها بتاتا في كرة القدم الجزارية بخصوص وليد صادي ما الذي دار بينك وبين وليد صادي بماذا وعدك رئيس الفاف؟ نحن نعرف بأننا رئيس الاتحادية نحن نرى كائن تغيير كائن أمور أو كما يقولون يحارب في الأمور التي كانت مليحة ولا أمور التي تضرب بصمعة كرة القدم الجزائرية لازم كما يقولون الرابطات قاع والناس التي هي جسم الكرة القدم تعاونهم أجل أن نكونوا صراحة واحد وموشاه يقدر يحارب كل شيء الخطوة المقبلة هل هناك إجراءات جديدة من إدارة فريق اتحاد البوليدة ضد العقوبات المتخذة ضد الفريق؟ نحن أخي عبدالنور انا اهدرت ودرت التقرير وراثت للرابطة وراثت الاتحادية انا اهدرت على حق الفريق خلتش علىه شوف لعبت في بني سليمان على مشكيش منه على مشكيش من بني سليمان وخلاص ماتشنيل وخلاص كما يقولون كانت حرارة فوق تيرا ونور ما الخرجنا عادي كانت حرارة في إطار كرة القدم حرارة في إطار كرة القدم كان الحاكم عادل معنا في زوج ونورت نيل في سطادي ونورت نيل في سطادي ونورت نيل في سطادي ونورت عمار كريم ونورت خمسة مستمعات وقالت لديه ونورت نمات شباب ونورت تعادل في سطادي وتقبلتها وعادي ونورت نقل لديه ونورت خمسة مستمعات ونورت عادي وليس كما يقول الإنسان أنه ينبرر في هزيمة من الأمور التي تصرر لدينا كفارق أتحاد البوليدة لدينا كل عام عمرانة تسنين الأربعة في القسم هذا كل عام فيه سارة هكا أكيد بماذا يعيد عبداللاطيف أنصار فريق اتحاد البوليدة من تف الكواليس قلت لي بأنه ماذا بينا نلعبه الصعود الفريق رأي الآن في الدور 32 من منافسة كأس الجمهورية لكن عندكم نفس قوي هذا الموسم اللي هو نادي الأبيار يعني للعب الموسم الماضي ورقة صعود وضعت له أمام نجم القليعة ورقة صعود أيضا هذا الموسم وبدأ بداية قوية أخي أريد أن أرى هي القرية القادمة تلعبها في الميدان عندما ترى تشكيلتنا 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 شابيب تلبير أنا بالنسبة لي تشكيلتنا أحسن من شابيب تلبير شابيب تلبير عندها تشكيلة عندهم الخبرة ما نحن عندنا تشكيلة معدل عمر تحت 23 سنة كي يكون عندك دي جوار اللي كل واحد يضرب على بلاستو نحسو بلاحين نديرو حاجة بخصوص مونيا في كأس الجمهورية كأس الجمهورية عبدالنور تلعب هي تلعب ماتش بار ماتش وفي هالمفاجأة تأهل للدور 32 أعاد الروح يعني نوعا ما لشوارع البليدة شوف هي فريق اتحاد البليدة عنده تقاليد في كأس الجمهورية اتحاد البليدة يكون في اسوأ حالاته يذهب في كأس الجمهورية نحن ان شاء الله كما يقولون الجوار لدينا ايكيب جان لدينا انترينير لدينا الخبرة سليماني لدينا سطاف تيكنيك متكامل كما يقولون ان شاء الله يقولون كلمتهم في كأس الجمهورية احنا مذابين كما يقولون ولاية اللي تعشق كورت القدم مذابين تفرح اكيد براهيم هل هناك اضافة بخصوص موضوع اتحاد البليدة اخوة اوش احو اتمنى ان شاء الله انا ما نشوفش هذا العام بسك الوبجكتيف هذا هذا يعني المدى القريب ولكن مدى بي يعودوا يستركتوري وفريق ويعودوا يجيبوا سبونسور بسك ما يشغر حدوا الوبجكتيف يطلع الناسونال او الفريق البليدة يستهل كثير من هذا يجبوا يوقفوا ويعودوا يرجعوا المكان الاصلية بسحة نطلع واجد ونزيد لكي نرد البليدة الناسونال ان كما كانت يوم اليماج كد هوم عندهم يحب نعود اليماج دو مارك تعل البطولة الوطنية وما عندهم من تيران غازون يتشاكر يجبوا مغلوك بسلوك الفريق الوطني يجبوا كائن دو تفتحو او اعتقد انا مبراكني موال مهمش بسك التيران ضيق مام تكنيك موال اعتقد النار التي اخذو فيهم نقصول الاليبوك ديجا يجب كي تريح لك الورد تمدل لك بزاف مشاكل ان شاء الله نتمنى من اتحاد البولدية ودولة المكانة الاصلية ان شاء الله اكيد ونحن نريد ان نوضح نقطة مهمة بخصوص مباراة اتحاد البوليد شباب عين والسارة وهي انه نحن اليوم استضفنا عبداللاطيف مدح لتوضيح الامور من الجانب البليدي لو حب هذا يعني شباب عين والسارة ان اراد مسيره ان يكون لهم حق الرد فهم مرحب بهم في بلاطو وقناة جزير تيوب وفي حصة جزير سبور المحور الاخير في عدد اليوم هو الديربي الديربي العاصمي الكبير الذي اراد البعض ان يقضي عليه في السنوات الاخيرة لكن بارادة يعني الانصار وبارادة من يحبون الديربي ومن يحبون كرة القدم الجزائرية يعني عادة الى الحياة الجميع ينتظر يوم الجمعة لمشاهدة الديربي ومشاهدة ما سيصنعه الانصار في المدرجات اولا كين مسؤولين ربي يهديهم كانوا على سكورة القدم فعلوا كل لقاء هذا يقول لقاء عادي لقاء كماليا كين دواعي كين الناس ربي يهدي على كل حال الحقوين تكلاسة سيزياء مواقع لذاتي يمضي في الموند ومبعد عودوا رجعوها لفرنسا بلاغون وكين مسؤول لا نذكر ما اسمه في يوم من الأيام قال بأن مباراة مولودية الجزائر ومباراة عادية لا تخموها لا نعم نحن نحكي لك عادية كما لدينا داربي الأخرين اللي رمي صراح في العالم نحكي لدينا نحكي لدينا نحكي لدينا نحكي لدينا قصة عادية من اللعبو دار السلام عليكم هذا من أسباب لصحت قادم الجزائري فهذا هذا لصحت الجزائري يحبون لأنك من قران لصحت الغربية في المzt活 في جزائري انتهق لصحت ليس ما النكو يجب عليك التجوائنا عن التجوائي الجزائري بتاع المولودية اليسماء صورة حقيقية. ما يخفى لك شبه لنا نعود نسوقه في البطورة الوطنية. ملعب خمسة جولية يعني كم يقولوا رح يكون مكتب. ان شاء الله نشوفه التحف في المدرجات وتحف في النية داخل المستطيل اخضر. اكيد. واكيد انه انت تتمنى فوز المولودية بالتأكيد. انا نتمنى من الانصار ان يصنعوا اجواء رائعة سواء من جانب اتحاد العاصمة. انصار اتحاد العاصمة المعروفين. يعني منذ زمن طويل بانهم يصنعون الفرجة في المدرجات المولودية ايضا في بداية هذا الموسم. الانصار رم كل لقاء تيفو. جديد عبدالطيف يعني حتى نختم هذا العدد يعني تعليقك على الداربي العاصمي بين المولودية والاتحاد. الداربي العاصمي معروف منذ القدم البكريب اللي هو قبل ما تكون مقابلة هي فرجة. قبل ما تكون مقابلة هي فرجة اخيش. على هذو كسيرتو العوام توالى هذو. ولا تكاين اللي ما يتباش كورة القادم ولا يتباع رياضة اخرى. يسنى الماج باش يشوف ليتيفو. يشوف يشوف المتعة. يشوف وهي نروح ونقول لي وتبقى مباراة كورة قادم بر. اكيد بين الجارين يعني عبدالطيف حتى نعطيك كلمة اخيرة ان اردتها ان توضيف شيء في نهاية هذا العدد. احنا الحاجة اللولى وتالية اللي ان شاء الله كما يقول السلطات الولائية تع ولاية البوليدات. شوف الفارق هذا. شوف الفارق خدش على اشوف. احنا مهما كان. انا واحد كمسؤول فرع. احنا نشوف بالفارق اتحاد البوليدات حتى وصعد ناسنا. مكانتنا في القسم الثاني. مكانتنا في القسم الثاني. مكانتنا في القسم الاول والفارق يلعب الادوار الاولى. اه خدش على كي تشوف سيرتان موما وين كانت شاكر ارشي كومبلي. دورك تشوف وضعي الفارق حاجة النورمال. اكيد. نتمنى التوفيق عبداللطيف لفارق اتحاد البوليدة. نتمنى ان نستضيفك في نهاية هذا الموسم. والفارق ربما قد يكون حقق. ان شاء الله نعود نجيكم معنا ونكونوا في افضل احوال. نكونوا حققنا الصعود ان شاء الله. ان شاء الله ابراهيم. شكرا لك على كل تحليلاتك القيمة. شكر موصول ايضا لحمزة رزيق الذي ساهم في اعداد هذا العدد. شكر موصول ايضا للمخرج عبدالبوس عبدالباسط طوبال عفوا الذي وقف ايضا على نجاح هذا العدد. شكر موصول ايضا لكل زملاء في القناة للقائمين على اول قناة الكترونية في الجزائر. شكر موصول ايضا لجمهورنا الرياضي الكريم. نلتقي بكم في القريب العاجل. دمتم في رعاية الله وحفظه في امان الله. جزائر. اشتركوا في القناة.